لماذا لم يمنع الله جسده من الموت وهو الإله لصاحب السؤال ده غايب غايب الموت بتاع الإنسان يسوع عشان يدفع تمن غلطك وغلطك وغلطي أجرة الخطيئة موت ما قالش الله أجرة الخطيئة توبة الناس اللي بيقولوا إن الخطيئة تتغفر بالتوبة وحدها هل التوبة تغفر الخطيئة ده سؤال التوبة الوحدة هتغفر الخطيئة استحالة مش هكلمك على عدل الله هكلمك على عدل البشر أنا قلت واحد وقفت قدام القاضي بكيت بالدموع قلت له يا سعدت القاضي أنا فعلا قلته وأنا نادم من قلبي وبقدم توبة نصوحة ومش هرجع للغلطة دي تاني وخد علي قرار واللي عملته خد كل ممتلكاتي اديها لأهل البطول هل يستطيع القاضي أن يقول لي براءة؟ لا يقول اسمع يا قرمية توبة مش هتيجي قدامي بس ادفع تمن اللي انت طيب هجرة الخطيئة موت يا انت تموت يا صاحب السؤال تدور لك على واحد يموت بدالك ما يكونش فعل خطيئة لأنه لو كان فعل خطيئة يبقى يموت عن نفسه فده اللي بلا خطيئة ده الموت هو أساس المسيح يسوع ان يأخذ جسد ويتجسد كإنسان ويموت عشان يأخذ الذي ليه ويعطينا الذي له هو ده تزديد العدل هو ده تزديد العدل بالكامل لماذا يموت كلمة الله؟ من قال لك ان الكلمة الله اللي مات اللي مات الإنسان يسوع افهم بقى اللي مات الإنسان يسوع متحد بس اللي مات الناسوت مش اللهوت الله لا يموت وإحنا عندنا تسبحة في الكنيسة بنقولها كل يوم قدوس الله قدوس القوي قدوس الحية الذي ايه؟ لا 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 يموت يا من صلب لا يموت يا من صلب لا يموت اليهود اللهوت الابن الكلمة لا يموت لكن صلب مين؟ اللي مات يسوع اللي مات يسوع الإنسان الإنسان يموت وده اللي بتخلي الناس البسطة الغلابة يقولك يا طب ولما الله مات وما المين اللي كان بيحكم العالم؟ الله ما بيموتش الله في كل مكان لما حب يشبهه يوحنا زهبيل فهم شبهه بالشمس أو بالنور اللي انتوا شايفينه ده في قدامكم النور جوه والنور فوق والنور تحت الملايكة بصوا لقى الله جلس على العرش وقالوا المجد لله في الأعالي لقوا نايم في المزود وقال على الأرض السلام لقوا نوره شعة في كل مكان فقالوا وفي الناس المسرة وفي الناس المسرة تبقى هي دي الصورة لكن لما تيجي تقول لي ماذا كلمة الله يموت؟ لا ده حتى الكلام الورد مش الورب مش الكلمة اللوغس الكلمة المكتوبة السماء والأرض تزولان لكن حرف واحد من كلام الله يزول فإذا كان كلام الله ليزول يبقى كلمة الله يموت لا ما يموتش لا ما يموتش اللي مات الإنسان طب واللهود كان سايبه لا ما كانش سايبه تصور وهو في عز ألمه الإنسان يسوعه هو في عز ألمه وتعبه وعطشه يبص لللص اليمين ويقول له اليوم تكون معي في الفردوس من ده صاحب السلطان اللي يقول له اليوم تكون معفه يقول له طب لما اذهب للآب هستأذن لك وابع تجيبك صح ولا لا ما تخافش أنا حطك في ذهني وأول ما روح لا رجلك على رجلي وهو في عز ألمه يقول يا أبتاه اخفر ليهم اخفر ليهم حتى في موته لو أنتو شفتوا ناس بيضعوهم بالنار أول ما يضعوهم بالنار بمجرد ما تخرج روحه رأسه تعمليه تنحني يعني في خروج الروح تنحني الرأس لكن هو عمل إيه أحنا رأسه وسلم الروح يعني بردته لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أأخذها اشتركوا في القناة